وكأن الحروب والمآسي الإنسانية من قتلٍ وتهجيرٍ وتشريدٍ يعيشه العرب في سوريا واليمن والسودان لا تكفي لتضيف الكوارث الطبيعية المغرب وأخيراً ليبيا إلى قائمة الكوارث البشرية والطبيعية التي تقف حائلاً بين العرب والعيش الهادئ في منطقةٍ تموج بالتجاذبات على مدى تاريخها إعصار دانيال آخر سلسلة الكوارث التي تضرب الوطن العربي مؤخراً إعصارٌ لم تسجل ليبيا مثله منذ أكثر من أربعين عاماً ليترك آلاف القتلى والمصابين والمفقودين مصدرٌ طبيٌ ليبيٌ مطلع قال إن آلاف الأشخاص لقوا حتفهم جراء الفيضانات التي تعرضت لها المدن المنكوبة بعد الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا مؤكداً أن القتلى قضوا أغارقاً أو بسبب انهيار المباني السكانية وأكد المصدر أن عدد العالقين في المناطق المنكوبة وصل إلى سبعة آلاف عائلة بسبب صعوبة وصول تواقم الإنقاذ إليهم لكن العمليات رغم ذلك ستستمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد البيبة أعلن الحداد على الضحايا وتنكيس الأعلام في كافة أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام لكن فاته أن يحذر الليبيين قبلها من قرب وقوع إعصار قد يخلف ذلك العدد من الضحايا الذي نكست من أجله الأعلام تحت ظلال الأزمات يرى البعض أن اللوم من النواقص ومن جلد الذات لكن الحكمة تقول إنما جعلت مراجعة الأخطاء لتلافيها في المستقبل وعدم الوقوع فيها ليبيا آخر مآسي الأمة وأحزانها لم تكن لتشهد هذه الكارثة بهذا العدد من الضحايا لو وجدت إدارة وحوكمة ورصد وأجهزة تنفيذية فاعلة وإلا فقد جاء في حكم العرب من ساء تدميره تعجل تدميره